ثاني سؤال ماذا يحدث في سوق الصرف الإجابة جاءت لنا من البنك المركزي مش مننا ومش من أي خبير ولا أي حد البنك المركزي قال لنا إيه النهاردة بيجاوب ببنك المركزي يعني السؤال إيه اللي بيحصل في سوق الصرف فقال لنا البنك المركزي الآتي ركزوا حضراتكم بنك المركزي بيقول شهد سوق الصرف حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء يبهينا بيقول بنك المركزي أنه حصل حراك في السوق كبير من يوم الأربع اللي فات وارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيها يوم الأربعاء قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 بنهاية التعاملات اليوم لـ 2.16 يناير 23 يبهينا البنك المركزي فقرة الأولى بيقول أنه حصل حراك كبير جدا قد أنه سعر الدولار ارتفع بشكل كبير إلى 32 جنيه وبعدين بدأ ينزل والسعر في الهبوط والنهاردة أفل التعاملات الرسمية النهاردة 29.61 بنك المركزي بيقول لنا إيه كمان مهم الكلام ده بنك المركزي مش أنا رصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية أنا بقرأ لحضراتكو مش بحلل بقرأ عشان حتى تتابع رصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالسوق الصرف والمتمثلة هنا بيقول إيه البنك المركزي هنا البنك المركزي بيقول رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية يبقى هنا بيقول فيه إيه؟ مؤشرات إيجابية طب منها إيه على سبيل المثال عشان يبقى الكلام عملي زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحولات المصرين بالخارج وكذلك قطاع السياحة يبقى هنا البنك المركزي حط إيده على مجموعة من المؤشرات الإيجابية أو المؤشر إيجابي زيادة كبيرة وصفها البنك المركزي كده كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلي يعني الناس عندها دولار راحت به خلاص ما انتهى قريب أو تحولات المصرين في الخارج أو السياحة والمهم كمان اللي جاية يعني عندك أدي نقطة اثنين تلاتة الرابع بقى الرابع إيه هي رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى دول اللي كانوا ميشوا قبل كده يعني أو دول الحاجات اللي كانت ميشت قبل كده بدأ يدخل عندك مستثمرين أجانب ما كانوش بيجوه لك بدأوا يرجعوا البنك المركزي رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب وخلي بالك ده مهم ده هنا المستثمر مش هيجيلك اللي هو عنده شهادة ثقة ضمان أرجع مرة أخرى للسوق المصري مرة أخرى فالبنك المركزي هو اللي بيقول لنا كده مش أنا ولا حضرتك ولا حد من الخبراء ده تقرير بيان صدر عن بنك المركزي النهاردة تم رصد عمليات دخول المستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي لما السعر طلع 32 لما طلع كام 32 بدأت عمليات إيه؟ دخول بنك المركزي بيقول هؤل يوم الأربع بمبالغ تخطط حتى لو الرقم يعني الناس تقول لك ما رقم بس حتى بس اسمه في رقم دخله تخطط 925 مليون دولار يبقى المنك المركزي بيقول لنا عمليات دخول المستثمرين والحصيلة 925 مليون دولار على إمتى؟ يوم الأربع من يوم الأربعاء منذ الأربعاء المبالغ تخطط كام؟ 925 مليون دولار من اللي عمل كده؟ البنك المركزي بيقول لك المؤشرات الإيجابية للرصدها البنك المركزي نتيجة للقرار اللي اتاخد وبالتالي السعر تحرك طلع 32 وبعدين بدأ ينزل لحد النهاردة 29.61 فقرة اللي بعدها بيقولي البنك المركزي كمان هنا المؤشرات كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة خلي بقى لكم دي جاي مهمة اوي كمان كل فقرة في بيال البنك المركزي محتاجة شرح محتاجة شرح بس أنا بقولها لحضراتكم بعد كده نشرحها بالتفاصيل ونحللها كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الانتر بانك خلال ايام الماضية سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزة 20 ضعف هنا بيقولك تداول في سوق الانتر بانك تجاوزة كام 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا يبقى هنا حصل عندك ايه تداول كبير مش احنا اللي بنقول ولا حد عنده البنك المركزي الوحيد اللي عنده هو اللي بيرسط ده عشان كده عملوا بيان ده عمل البيان ده للخارج والداخل ولا اي حد يكون عنده شك او عنده السقة بتاعته تهزد او حد عنده حد بيشككه او حد بيقوله خلي بالك خلي بالك خلي بالك او حد بيقوله طيب من غير ما يقوله اللي جاي البنك المركزي اكد ان القطاع المصرفي عمل ايه بقى قام بتغطية اكتر من 2 مليار دولار يبقى انت هنا بتتكلم على عندك دولار في القطاع المصرفي عمل ايه بي غطى طلبات المستوردين مصريين في التلات يام اللي فاتوا يعني في تلات يام خلي بالكوا الرقم ده مهم رقم ده مهم التلات يام اللي فاتوا وبس ما منتكلمش لا لاكتوبر ولا ديسمبر لا لا من التلات يام دول اللي فاتوا بس اول 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 امبارح تلات يام في 2 مليار دولار خرجوا من القطاع المصرفي المستوردين طلبوهم عشان حاجات بضيع بتاعتهم فانت عملت تغطية لطلبات المستوردين ب2 مليار دولار في التلات يام اللي فاتوا بخلاف ده بالاضافة كمان في حاجات تانية تغطية طلبات اخرى لعملاء البنوك المصرية وهو ما يؤكد السطر ده مهم كمان قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة لمين اي مستورد عايز اهو كل اللي حضرتك عايزوا حاجات المعلقة بيقولك في اقرب وقت عندنا قدرة على تلبيط طلبات المستوردين الحاجات اللي يطلبنها يقدروا يدبروها اللي جاي كمان اشار البنك المركزي لان البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط تاني التحوط ضد مخاطر تزبزبات اسعار الصرف اللي بعده بنك المركزي هنا بيقول لنا حجم الاحتياط النقدي شاهد ارتفاعا بقيمة ربعمائة وسبعين مليون دولار خلال شهر ديسمبر يصل الى 30 مليار دولار مقابل 33.53 مليار في نهاية شهر نوفمبر استمر الاحتياطي النقدي عشان رسال مهم ده الاجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي يبقى انت الاحتياطي بيرتفع مش بيقل بيرتفع مش بيقل للشهر الرابع على التوالي ليحقق زيادة تتجاوز 860 مليون دولار خلال اخر اربعة اشهر وذلك على ايه يعني احتياطي بيزيد رغم ايه رغم ايه سداد 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة بواقع 1.5 مليار دولار في شهر نوفمبر 1 مليار دولار في شهر ديسمبر وانت سددت من الديون اللي عليك في الشهرين 11 و12 اللي فاتوا 2.5 مليار دولار ده اللي كان عليك مش طلع مرة كان حد بيقولك علينا مش عارفت كام وخمسة مليار دولار كلام ده في شهر 9 بالمناسبة وانا اطلعت اقولت لا اللي قالوه ده كلام كسب مش 5 مليار ادي اللي كان علينا ده اللي كان علينا 2.5 مليار دولار وتسددو كانتش علينا لخمسة ولا سبعة ولا عشرين زي ما كان البعض بيروج والهياج اللي كان بيحصل المبلغ ده اللي كان علي 2.5 مليار وتسددو واي ارقام علينا هنسددها هنسددها ان شاء الله سجل الاحتياطي النقدي الاجنبي بنهاية شهر ديسمبر اللي فات اعلى مستوى له منذ مايو عشرين اتنين وعشرين ده ده الاحتياطي هنا بتكلم علي ورداتك الخارجية اللي هو احتياجاتك بما يغطي نحو خمسة واربعة قول خمسة ونص شهر من الواردات الخارجية اللي هي السلع الاستراتيجية اللي الدولة عندك اهو خمسة ونص شهر سلع احتياجاتك ورداتك عندك تغطية وما هو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية يعني بقول لحضرتك انه ليس لدينا ابدا مشكلة في اي حاجات خاصة بينا السلع الاحتياطي ده معناه ايه انه اي احتياجات احنا عايزين عندنا تغطية من غطيها من شهر ولا اتنين ولا تلاتة عندنا خمسة ونص شهر تقريبا تغطية احتياجاتنا من الاحتياطات الاحتياجات بتاعتنا طيب نروح ليه اسوزة سهر الضماطي اولا مساء الخير على